سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا جماعة معكم مصطفى امين من قناة الاحباب درس النهاردة ان شاء الله معاكم بون خصم بيه تقريبا ستة دولار على ان انت تشتري دومين دوت كوم او دوت نت او دوت ارج او اي دومين من اللي هو الغالي ده اللي هو باثناشر دولار وبتلاتاشر دولار في جودة دي وفي الاماكن ديت بازن الله النهاردة هتشتري بواحد دولار ولمدة سنة كاملة وبيديك خصائص رهيبة وحاجات جميلة جدا. اولا يا شباب ليه اخترت الدومين ده? لان هو بيوفر لك ان هو اول سنة بيدوه لك بواحد دولار مقارنة بموقع جودة دي اللي هو تقريبا المفروض ان هو بتلاتاشر دولار. طيب ايه الفرق بين الاتنين? او ايه المميزات الموجودة في الموقع ده عن الموقع التاني? وايه اللي يخليك تشتري من الموقع ده افضل من الموقع بتاع جودة دي. لان يا شباب اولا ان الموقع ده بيدوه لك بواحد دولار بس الموقع ده بيقبل الدفع عن طريق الفيزا في الواحد دولار. لكن جودة دي ما بيقبلش الدفع بواحد دولار عن طريق الموقع ده بيقبل الفيزا ان انت تشتري بالفيزا برضو. الموقع ده بيقبل ان انت كمان ممكن تشتري بالفيزا بتاعتك وتدفع الواحد دولار بتاعتك وتاخده لمدة سنة كاملة. الميزة تانية لموجودة في الموقع ده ان بعد كده بعد اول سنة لو ربنا كرمك في الموقع هتاخده السنة اللي بعديها بسبع دولار لكن في موقع جدا دي بعد اول سنة بتاخده بتلاتشر دولار او بطناشر دولار فالموقع ده افضل منه بكتير وهو ده الموقع اللي انا شاري الدومين بتاعي اللي هو بتاع الاحباب مينه. اللي هو ال проблема الحليب الموقع ده. وبقاله تقريبا سنة والموقع الحمدله كويس جدا والدومن الكويس جدا وما فوش اي مشاكل معايا. طيب نبدا على لو انت كتبت في جوجل اسم الموقع ده كده والدومين اللي انت عايز هتلاقيه بسبعة دولار لكن رابط بازن الله موقع بالكمون هتلاقيه تحت الفيديو بعد ما تدخل على الموقع هيدخلك على الصفحة دي يا شباب نركز بقى مع بعض هو الموقع فرنسي هو الموقع احترافي والله هو موقع جميل جدا شوفي انا كده بيقول لك ان هو اول سنة تقريبا بصفر فصلا تسعة وتسعين يوري يعني دولار وربع تقريبا مسلا وليكن مسلا احبابي مسать اهو مسحلة احبابي كنت بجرب على ده كده احبابي مسلا ولاكن هنقول دوت كوم احبابي اهو بعد كده هنقول له نتابع بس الخطوات كده مع بعض لان انه ما بفاهمش الفرنسي اه او يعني نيجي هنا كده يا شباب مسلا ولاكن هنقول له هاتها مو مش مشكلة عادي الفرنسي هنا كده يا شباب بيقول لك اللي هو المفروض ان هو بتسعة دولار بس انت هتاخين بقياف. تسعة وتسعين نيجي هنا كده مسلا نضغط على اللي هو دي طالما جاب لك على علامة صحة كده تبقى هو متاح وتقدر تشتريه. هنروح معلمين على علامة الصح اللي هي العلامة دي. هننزل تحت شوية كده. هنضغط على الايقونة دي كده. اللي encouragement بين. تمام يا شباب هنا كده بيقول لي ماشي هناخد اللي هي البيزيك دي. هننزل تحت شوية وبعد كده هنضغط على اللي هي دي المفروض بالانجليش مش عارف بالفرنسة ايه. تمام يا شباب هنا كده بيقول لك ان ان انت هتاخده وديات اه مسلا اتنين جيجة تقريبا لو استضاف او حاجة زي كده. وهنا كده يا شباب برضو هننزل تحت شوية هنسبنا من الكلام ده وبعد كده هننزل تحت هنضغط على الايقونة دي كده. تمام يا شباب هو هنا كده بيقول لي اهو قول واحد دولار ونص بالكتير او هيبقى واحد دولار ونص لأول سنة يا شباب هنا كده طبعا بيقول لك اهو اتناشر شهر اتناشر شهر اللي هو اول سنة هنجي نضغط برضو على اللي هي دي كده. تمام يا شباب هنا كده بيقول لي انت شخص ولا اي هنترجم طبعا باللغة العربية علشان نفهم كويس. طبعا هنا كده هتدخل المعلومات بتاعتك ولا هتشتري بها هنا كده هيقول لك خاص ولا شركة ولا ايه هنقول له خاص. هنا كده هتدخل اسمك الاول. هتدخل هنا اسمك الاول وبعد كده هنا هتدخل اسمك التانية. هنا كده هتدخل العنوان بتاعك وهنا الرقم البريدي وهنا المدينة بتاعتك. وتحتها الدولة اللي انت فيها ايه ان كان فرنسا ولا ايه? هنا كده البريدي الالكتروني بتاعك. وهنا رقم التلفون بتاعك وبعد كده هتقول له متابعة طلبي. بعد ما تضغط على كلمة متابعة طلبي هيدخلك على صفحة الدفع ايا كان بالبيبال ولا بياه. هتدفع بالبيبال وهتستنى في خلال اربعة وعشرين ساعة. هيبعت لك جميع المعلومات بتاعتك على البريد الالكتروني. ان شاء الله يا شباب بازن الله بكرة هنزل طريقة ربط الدومين ده. بازن الله شباب بكرة هنزل طريقة ربط الدومين ده بمدوانتك ببلاجر. وازاي تربطه وازاي تزبط كل حاجة فيه بازن الله بكرة. ولو انت بتشوف الفيديو ده مسلا بعد بكرة هتلاقي رابط الفيديو ده بازن الله هتلاقيه تحت الفيديو مباشرة. ده شباب كان شرح المهاردة استنونا ان شاء الله بكرة في طريقة رابط الدومين ده ببلاجر كان معكم مصطفى امين من قناة الاحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته